موسيقى تنصح بالتنوع ولكن شو رأيك بهالموضوع من الغذاء هلأ شوف جوزيف أنا بآمن بالإنسان وين عايش وكيف محيطه هل محيطه بأهله يعيش بهذه الطريقة أو لا يعني إذا بتفكر فيها أكيد أنا بفضل أن الواحد يأكل لحوم أقل يأكل من كل شي مواد حيوانية أقل لأنه واضح أنه من من أفضل الأطعمة لجسم الإنسان بالرغم أنه إيه نحن منعوذ بروتينات أكيد بنحصل عليها من النباتات من الحبوب إلى آخرية بس تصور حالك جوزيف أنا وياك بنتصور حالنا عندك لتولاد عند ولدين عم نركض لنأمن قسط الجامعة وقسط المدرسة من نكون under stress وتحت الضغط النفس لنوصل بالسيارة لهالمحل يلي بيبيعها النباتات البرية أو لهال المكان يلي بدك تسوقي يمكن ثلاث ساعات لتوصل على هالخضار المفيدة إلى آخره حييتك من مؤهلة لا تعيش هيك صحيح بصير أنت أصلا عايش under stress وبصير stress لتحصل هالأمور بس نحن عنا هالتجربة باللبنانية نحن عنا جبال اللبنانية وأحراج اللبنانية موجودة فيها النباتات البرية المفيدة وهذا اللي بدي أقوله أنه نحن قد ما فينا بمجتمعنا إذا منقدر نحصل على هالنباتات اللي عم تحكي عنها ومثل ما قلت موجودة ونشكر الله عم توصل عنها على المدينة يعني بتلاقي فيه أرس عني زعتر البر الحميضة العريضة والهدب البرية والبقلة وإلى آخره بك كل ما نقدر نحن نحصل عليهم أكيد أحسن أكيد أفضل لجسمنا بس أنا عندي فلسفة بالحقيقة بقول أنه أكيد جيناتنا إلى كتير دور وأساس بإذا رح نعمر أو لأ جينات الإنسان هلأ عم بيبين أنه هي دارست له الأمراض اللي ينصاب فيها بس هيدا ما بيمنع نقول أنه بالرغم أنه أنا عند جينز أو جينات معينة يمكن أنا بالوقت البعيد أو القريب يصير في عند الله سمح الله نوع من الأورام السرطانية بس أنا مش بالضرورة بحياتي اليومية أهل هالاستعداد يعني بقدر أنا أحمي حالي ويضال هالشي دورمنت أو نايم وما يتفش أو ما يبين بجسمي عن طريق عيش طريقة صحية الغذاء الصحية الغذاء الصحية الغذاء الصحية أنا بعرف أن أدامي أدامي بذكر المشاهدين يتصلوا فينا عرام التليفونات عم تمروا أدامنا على الشاشة وفينا يعلقوا على هذا الموضوع كمان بعرف أدامي أشخاص أمتلي كمان عاشت على النباتات البرية بالوقت الأكبر يعني فيها تاكل لحوم بس معظم غذاء كانت كتير ما تنسى أنه إذا أنت مثل مثل الشخص اللي حكيت عنه المعمر إذا هو عم بيتحرك ليروح يقطف يعني ما ننسى أديش الحركة مهمة في عنا سؤال ورد عن الواتساب جوزيف من عنا أصالة من العراق من وجهه لها تحية كتير كبيرة ولكل الأشخاص اللي عم بيحضرونها من العراق سؤالة كتير مهضوم لأصالة بتقول هل صحيح أنه في أطباق ما لازم نجمع بيناتهم يعني مثلا في معلومة بتقول أنه إذا تناولنا الموز مع البيض بيتحول بالمعدة لسم وكمان بتقول مثلا إذا أخدنا شي في كالسيوم لازم ناخد معه شي في فيتامين سي مثل عصير الليمون لحتى نعزز من إفادته صحيح هلأ هي عم تطلب مني أنه أعمل حلقة خاصة عن الأطعم اللي لازم نكلها سوى لحتى تزيد إفادته والإشار ما لازم نكلها سوى يعني يمكن سؤالة في وجهة نظر لأنه أنا بعرف أنه اللحمة صحيح يجب أن يكون معها فيتامين سي هو الحمض مع الخضرة بتتحول بالجسم لأفضل هو معلومتك مظبوطة بالشق الأخير أنه النباتات اللي فيها حديد مثل السبانيخ أو العدس لأنه جسم الإنسان ما بيمتص الحديد مظبوط منها النباتات أفضل ناخد معه مصدر للفيتامين سي مثلا عصير الليمون لحتى يعزز امتصاص الحديد هلأ اللحمة الحديد اللي باللحمة جسمنا بيمتصه كتير منيح من هيك ما في لزوم بس إنه إذا بدنا ناخد شي في فيتامين سي مش مشكلة يعني زيت الخير خير بس هو أكتر يعني كمان معلومتها لأصالة مش 100% صحيحة مش بالنسبة للكالكالسيوم إنما بالنسبة مثل ما قال جوزيف للحديد يعني نحنا بدنا الفيتامين سي ليزيد من فائدة أو امتصاص الحديد من الأطعمة بينما سؤالها هل مظبوط إذا أكلنا موز شو قالت هي ورها مع بيت مع بيت بتحول لسم لا أكيد مش مظبوط ما في أمور تتحول لسم بمعدتنا إذا ما زجنيها مع بعض بيفكر إنه مزيج الأطعمة هو اللي عامل الحساسية وهي ده طبعا مش مظبوط كمان في أشخاص كمان بيقولوا مثلا ما لازم ناخد الكراز مع إنه شي حامض أو حل يعني طعم حامضة أو هالي ده مع نوع كمان من الحليب أو اللبن مزيجون ما بيزود كمان هيدا أمور مانا صحيحة بس مثل ما قالت أصالة ومثل ما كنت عم تقول جوزيف في أطعمة لازم ناكلها لتعزز بعضها من لنستفيد من كل الفيتامينز أو المعادن صحيح وبركي بنحكي عنه كمان بحلقة مقبلة تكرم عينك يا أصالة بنحكي شو لازم ناكل مع شو ليش الحديد من الخضرة بده وقت ليمتص والحديد ده من اللحمة بيمتص جسمنا أكثر لأنه الحديد اللحمة بيشبه تركيبته مثل الحديد اللحمة اللي عنا بجسمنا من هيك نحن منسميه باللغة إذا بدك التقنية شيء اسمه هيم آيرن يلي هو من الهيموغلوبن يلي موجود بقلب اللحمة ونون هيم آيرن أو الحديد يلي منه بتركيبة الهيمية يلي موجود بالنباتات جسمي أنا بيلقط أو جسم الإنسان بيلقط الهيم آيرن يلي موجود بالحديد أحسن من الحديد يلي موجود بتركيبة مختلفة بالنباتات اتصال نجع من كفاء أولغة صباح الخير صباح النور جزاف كيفك الحمد لله صباح الخير كارلة أهلا 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 أولغة أعملي معروف بدي أسالك سؤال فضلي عمري 68 سنة نعم عمر كله مرسي عندي صفرار كتير بوجي عنديك صفرار صفرار أوكي لون وجي كتير أصفر عن جديد يا أولغة لا لو هلأ الكله عم بيقل لون الاسفرار هيدا بوجه من شو اوكي الاول شي بدي قليك اذا شلنا مشكلة الصفيرة مثل ما قلتلك انه ممكن لان كتير في حالات الصفيرة هلأ من ورا تناول بعض الاطعيم الممكن تكون ملوثة ببراز الحيوان اذا ما في من هالشي وانت تبين انه عندك نقص بالحديد ممكن انه الشحوب بالوجه عن بعض الاشخاص بيطلع كأنه اسفرار عن بعض الاشخاص بيطلع كأن وجهن هيك باهت على رمادي اذا صحر تعبير بينتج عن نقص الاكسجان بالدم ليه بينقص الاكسجان لان ما بيكون عندنا مادة الحديد كنا عم نحكيها لانا وجوزيف مادة الحديد دورة انه تنقل الاكسجان لكل الجسم وكل خلايا الجسم وطبعا الوجه اكتر شي بيبين عليه انه ناقصه نظارة ناقصه تلوين انت صحية للنظارة شو تتناول؟ اهم شي مثل ما كنا عم نحكي انا وجوزيف بنا نركز اكيد تاكل مصدر للحوم تاخد النباتات الخضرة مع مصدر للفيتامين سي يعني بيقدر يكون عصير البرتقال بس فيها تكون صحية تبولة لان البقدونس كتير في فيتامين سي وطبعا اذا فيه ناقص ونقص بالمخزون جوزيف ما بيقود بكفة بس من الاطعمة خاصة اذا فيه عوارد مبينة على شكل الانسان ما ناخد جرعات اضافية وطبعا الطبيب مفروض يساعدك بهالموضوع سلامة قلبك يا أولجا مناخد أحلام صباح الخير أحلام سمعتين اسمعين من التليفون اذا ممكن أحلام ما بعرفين كن ما عم تسمعنا مظبوط أحلام بتعود الاتصال فينا فإذا ان احنا عم نحكي عن مواضيع يعني مظبوطة قصة انو أوقات أكل مع أكل ممكن يفيدنا بطريقة أفضل ما بتحول لسموم أبدا ولكن ممكن نستفيد من المعادن والفيتامين هلا الشيء المظبوطي اللي ممكن يصير انو مثلا اذا أنا عم بياخد تنقول عندي نقص بالحديد وعم بيكل على الغداء لحمة واشياء فيها حديد لأن طالما عم نحكي عن الحديد يفضل انو مثلا ما اشرب فنجان القهوة مباشرة بعد الغداء أو فنجان الشاي انطر على الأقل ساعة أو ساعتين لكن هالحديد اللي موجود بالأطعمة نزل من المعدة لأمعاء حتى الجسم يقدرين بتخصو هلا اللي بتناول القهوة بعد كبيتين ماء مثلا وعد الصباح ما بيقدر يشرب إلا ماء وبتناول القهوة مباشرة قبل ما ياخد أي شيء أي شيء هلا في عندك بعض الأشخاص جوزيف ممكن الكافيين تزعج المعدة من ناحية انو تزيد من إفراز العصارة وهالعصارة تطلع أو الأسيد يطلع رفلو على على الزرع ويزر بسه ما في ضرر ما في ضرر أكبر من هيك إلا إذا لدينا مشكلة بالحرقة أرحى أو بالأرحى سيهام صباح الخير سيهام صباح الخير فضلي سيهام شو سؤالك وانت بخير إن عاد عليك أهلا سيهام فضلي بدي أسأل مدام كارلا هل غلط أخذ معلقة الزيت الكوكونات ليش عم تاخد ملعقة زيت كوكونات لأن قالولي إنه بتقوى الزاكرة قالولي إنه بتقوى الزاكرة وأنا عمر 78 سنة عمر كله ملا أوكي هلأ أنا جديد ما بقى في كيف دي أقولك هجوم إنه ممنوع ناخد زيت الكوكونات لأنه بتعرف في فترة عم نقول إنه زيوت الكوكونات والبالم أويل أو زيت النخيل بيحتوى على دهون مشبعة هلأ هو الهجوم أكتر على الزيوت المهدرجة يلي بتكون مستخرجة من زيت الكوكونات أو زيت النخيل هلأ بتنجواب على السهام ما في درر بالمطلق إنه ناخد ملقة صغيرة خاصة إنه هلأ في دراسات عم بتبين والأبحاث إنه نستفيد منها نستفيد مش بس لذكره بس الأشخاص يلي ممكن يكون عنده مشكلة باركنسون مثلا أو الألزايمر يلي كمين كله إله علاقة بعمل الدماغ وخلايا دماغ عم بيستفيدوا من ملعقة من زيت الكوكونات عن شرط نعم يكون طبيعي يعني ما يكون لم هدرج ولم صنع يعني هو زيت كوكونات طبيعي صح كيف زيت الزيتون يلي نحنا عنا موجود طبيعي وحليب الكوكونات كمين حليب الكوكونات كيف مصنع لأنه بالنهاية أنت حليب الكوكونات شو ستخرجه شو تحنه شو زيده بس أنت كمين سبق وذكرت موارف إذا عم تسمعنا ست سيهام إنه للذكرة كمين ممكن يكون الأوميغا 3 إذا الحكيم بيسمح لك صحيح الأوميغا 3 ما في ما في شي ممنوعات عليه إنه إذا الواحد ما عنده بده ياخد إشياء بالتأوى الذكرة موجود بالسمك والمفضل وقت قلت السالمون بالسالمون بالتونة هلأ في عمنا بزر كتير بقى سمك السردين كمين سعب أحكي إذا جرعات إضافية وجرعات إضافية عادة بس نتأكد كمين إنه الأوميغا 3 مستخرج كمين طبعيا مش بطريقة قد ديناية شكرا لك شكرا لك لك المشاهدين بريك أصير بعدها نعود للمتابعة خليكم على اشتركوا في القناة